أهلا بحضراتكم من جديد وبالتأكيد بنتكلم بقى على استعداد الأهلي للمرحلة الجاية عندنا مباراة مهمة جدا مع الحرس الوطني بطل النيجر في زهاب الدور التمهيدي الثاني إن شاء الله المباراة تقرر إقامتها يوم 16 أكتوبر على ملعب الحرس الوطني بالتأكيد بإذن الله والمباراة هيدرها طاقم تحكيم من غانا يمكن شائد كده الظروف أو الصدف أن يكون انطلاقة الأهلي مع النجمة العشرة العام الماضي كانت من النيجر وكان أمام فريق سنديب المرة مع الحرس الوطني من النجمة لكن كمان من حصن الحظ ومن الصدف في السعيدة وهو نوع من التفاؤل مع البطولة الأهلي فاز بيها المرة اللي فاتت أول اللقبة بالعام الماضي إن أيضا الحكم اللي أدار بطولة العام الماضي أو انطلاقة البطولة في العام الماضي أمام سنديب كان الحكم الغاني دنيل لريه هو الحكم الغاني أيضا اللي هيدير مباراة الأهلي والحرس الوطني يوم 16 أكتوبر برضه من العوامل المشترقة يمكن نفس الحكم ده هيدير مباراة الجزائر والنيجر يوم 8 أكتوبر في تصفيات إفريقيا المؤهلة الكاس العالم يعني هو دايما تحس كده كل المباريات اللي فيها النيجر سواء دي أو منتخبات بيكون الحكم الغاني دانيال لاري لكن هو حكم وعد سنه صغير 34 سنة قدامنا طبعا لقطات من البطولة أو المباراة اللي وقيمت فيه انطلاقة العام الماضي شايفين شكل الملعب شايفين تفاصيل كتير متعلقة طبعا بهذه المباراة كان آليو ديانج أحرز الهدف الحكم ده عنده 34 سنة وعد جدا من حكام المحترفة اللي تم اختيارهم من ضمن حكام النغبة في الاتحاد الإفريقي بيقبط كمان راتب شهري من قبل الكاف سواء بيدير مباراة أو لا يدير مباراة الملعب اللي قدامنا ده ما تخافوش القصة تغيرت وتعدلت وعارفين ان الفترة الأخيرة فيه تجهيز وفيه تغيير لشكل الملعب في البطولات الإفريقية فالملعب ده تم استحداثه بشكل كبير لو كان الملعب ده بنفس المواصفات والمعايير اللي قدامنا وشكل الأرضية ما كانش هيصديف المباراة دي يعني الفريد ده لما كان بيلاعب فريد من بروندي فريد بروندي كان بيلاعب في تنزانيا ما كانش بيلاعب في بلده في بروندي فلو كان حتى تقاهل كان للا يلعب في تنزانيا الفريد ده بعد تغيير الملعب أصبح دلوقتي الملعب ده مطابق للمواصفات والأرضية تغيرت الأرضية بيت أحسن من كده بكتير والملعب ده أيضاً كمان قبل مباراة الأهل بأربعة أيام هيستضيف مباراة الجزائر والنيجر في تصفيات كأس العالم فهنشوف الملعب قبل مباراة الحرس الوطني مع الأهل بحوالي أربع أيام ونتطمن على شكل الملعب وأرضية الملعب بالتأكيد هتتحسم بشكل كبير